بسم الله الرحمن الرحيم هنستلم النهار ده عن زي فقومة الالتر اللي هو الادب في العشور الوسطى المبكرة اول حاجة هنبدأ بالالتوخ ديش لتتوع طبعا احنا اخر حاجة قرنها انه بدأ في فرومة الالتر وجود حاجة اسمها اللغة اللي هي وطبعا لما يبقى فيه لغة يبقى لازم يكون فيه لتتوع لازم يكون فيه ادب فطبعا اول ما ظهرت بقى الالتوخ ديش شكل الادب كان عمل ازاي فاول حاجة عندنا البعدين دي جمانين كريستيانيزيت وندي جايس ليشن بتغاقتن اتقلس اي راقابا دي بيكاتن دي كريس ليشا اللي تعتوها اه نهات سوبرينجن طبعا احنا قلنا اول حاجة ان احنا عندنا اه في الفترة دي حصل حاجة مهمة اللي هي الكارل ديم كغوسن او الكارل دير كغوسن بقى اه كايزر وحصل له كرون تتوجة واصبح كايزر اه والراجل ده كان مهتم جدا بالمسيحية فعمل ايه بقى عمل تمسيح او يعني عمل يعني ادفاق الدين المسيحية بشكل كبير قوي على ايه على المجتمع وقتها وكانت مهمة رجال الدين الجايس ليشا بتاغتن اسالس اي راقابا اللي هي ايه بيكاتن ان هما يعني يحاولوا ان هما ينشروا او يرجعوا الكريس ليشا الليترتور نات سوبرينجن يخلوا الليترتور المسيحي هو الموجود وكان في حاجة مهمة برضو ان طبعا زي ما احنا قلنا يعني كان اللي بيحتفظوا بالكتابة والقراءة والفن عموما الكتابة واللغة والحاجاتي كلها كان الرجال الدين الجايس ليش كايت وقلنا عشان الناس الفترة دي هما كانوا هما اللي بيتعلموا هما اللي كانوا بيتعلموا ويهتموا بالكتابة عشان بينشروا الدين فكان الاهتمام بيهم هما اه ودي ايه اللي تعتوها اللي هما لقيه اه في الفترة زي كان الالت وخ دايتش اللي تعتوها الادب ده كان بيتتخذ تجاهين اللي اما الجامعنش هي دنشا يا إليمينتا يعني اما حيجي ليها لوكو بالااا الواسانية الالمانية اللي هالجامعنش اللي عندهم كانوا بيعمدوا الجوتا وكان ااااااا يا اما المسيحيين القضماء اللي هما ايه ااااا يعني يتابعوا دين المسيحيين تمام فالادب يعني هنلاقيه في اللي تجاهين دور. طيب. اول حاجة بقى حاجات اللي اتعملت في الفترة دي الادبية. حاجة مهمة جدا جدا هو اول يعني اول طبعا في سبعمائة وستين بعد الميلاد يعني في القرن في السنة دي سبعمائة وستين قلفة او قلفة اللي بيشوف اسمه هو اسمه كده اسمه هو بيشوف يعني اصقف او كاهن يعني في الكنيسة قلف الكتاب او اسمه تمام? اللي كان ده اسمه ايه? اسمه قلف كتاب او باتابوخ لاتيني الماني يعني مترجم كتاب قاموس لاتيني الماني وده كان وده كان وده كان وده كان اول شيء على وجود اللغة اللغة اللي اللغة الالمانية طيب يعني احنا عندنا اول حاجة هو تأليف الورتربوخ اسمه وده كان بيشوف وكان الورتربوخ ده وده كان امتى كان سبعمائة وستين سبعمائة وخمسة وستين تاني حاجة عندنا الهيدنشة تابرسبروخة وردن من دين كرستن الزيجنشبروخة ايبانيمن دي هيدنشن جوتا وردن دابي اوز جلس اوز فيا فيا زي ورد جوت اين جلس طيب الهيدنشة تابرسبروخة دي اللي كانت موجودة في الجرمان الجرمان كان عندهم ادب يعني عورة عن مقولات كده سحرية يعني كانوا بيصادموها فوردن اصبحت بقى في العصر بتاع الفروموت الالتر ده كريستن تحولت لي حاجات مسيحية زيجنشبروخة مقولات الحمد والسناء تبدلت ايبانيمن غيرو اشمها وبقت بدل من هي حاجات هيدنشة تابرسبروخة بقت ايه زيجنشبروخة كريست يعني مسيحية و دي هيدنشن جوتا وطبعا الاليها الوثنية كمان تشيلت وبقى جيمة كانها لقيه الجوت حتى مكانها ايه نجزلت طيب يعني كده حاكتين رقم تلاتة في اللي حصل بقى في التاريخ ده حاجة مهمة جدا اللي هو اسمه ايه الافانجلين هارمني وده اللي قالفه حد اسمه اوتفريد فون وايسنبرغ اوتفريد فون وايسنبرغ يبقى احنا عندنا الافانجلين هارمني ده التألف من اوتفريد فون وايسنبرغ وده كان عبارة عن ايه كان عبارة عن اه اول حاجة هو مين هو اول شاعر هو اول شاعر استخدم اللي هو القافية في الشاعر الالماني هو اصلا اول روح ادعمل اصلا حاجة اسمها قافية في الشاعر الالماني اه وكان كلها اصلا عبارة عن حاجات ناثرية مكتوبة ما كانتش فيها قافية خالص وده اول روح ادعمل القافية واستادم القافية اه في ده ده اه اللي هو ده كان بتكلم فيها يعني عن ايه عن يعني حياة المسيح اه من اول ما اتولد لحد ما ترفع للسماء وصف كل الحاجات دي كلها في كتابه او جدا كان عبارة عن يعني مورسات اه عربع مخطوطات يعني موجودة اربع مخطوطات اه هي فيها الوصف ده كله تمام يعني كتاب بتاع عبارة عن اربع مخطوطات اه يعني يعني موروسة يعني اوكي طيب بعد كي عندينا بقى ايه الفور اه الفور هيفش الفور هيفش لتاتور الفور هيفش لتاتور دي معناها مقبل الادب مقبل الادب البلاطي يعني اه او ثقافة البلاطية يعني اه هيفش اللي هو البلاط الملكي فبيقول لك بقى ايه اللي كان بيحصل في الفور دي كان تاريخي بقى ما بين الفمية وعشرين والفمية واربعين يعني في العشرين سنة دول نشأت الالكزاندر ليد الاغنية اللي هي الالكزاندر ليد دي ومين اللي عملها بفافل اللي هو يعني اسكف اسمه او قصة اسمه وده يعني وده كانت اول عمل يعني برضو اه عمل نسري اه في اللغة الايه في اللغة الالمانية اه وكانت بتصف حياة الالكزاندر الاماتول اللي هو بتاع الاسم اليكزاندر طيب يبقى احنا عندنا هنا في حق تيم مهمين جدا في فرومة يبقى احنا عندنا فرومة لما ظهر اه او العصر بتاع فرومة زهرت في اللغة اللي هي والتوخ ديتش يبقى احنا عندنا الفرومة الالتر مرتبط باللغة دي والتوخ ديتش طبعا تحت قيادة الملك الاسم كارل ده. اه اللي هو كان مهتم جدا بالمسيحية. عمل حاجة اسمها ايه كريستيانيزيات. تمسيح يعني للجرمانين. اه اللي هما اللي هما طبعا الرجال الدين. اعتبروا بتراختنس الس ايرا اوف جابا. ان مهمتهم ان هما يعملوا ايه بكاتن دي كريستيانيشا لتعطوها. نهد سوبرينجي. ان هما طبعا يخلوا الادب المسيحي ده هو المنتشر ويرجعوه اه لقوته وكلام ده كله. دي ليزا قوند شغايب. احنا قلنا الكروة والشغايب كونست والادب الكتابي هو كان طبعا ايه اه فورب هالتا محتفظ مين اللي محتفظ بيه اللي هما الرجال الدين. اللي هما اللي هما مين رجال الدين اللي هما جايس ليشن. والمينشن والبون برضو والقصاوس والناس دول. وكانوا بيستقدموا الالت وخضيتش زي ما قلنا. عشان هما كانوا بتعليمه عشان ينشروا ال ديانة المسيحية وكانوا بيستقدموا الاغرور الثينية. وكمان اه الوقتها يعني كان متقسم من حاجتين. متقسم لي جامع نشا هايدنشا وكريست ليشا كانتيكا اليمينتا ده للتراتور في الوقت ده كان متقسم الالت وخضيتش اللتراتور. كان اه متقسم لي يا اما كده يا اما كده. وبعد كده الاعمال الادبية عندنا اهم ما اعتبر اربع حاجات. اول حاجة انه اه اه حصل في فاست من اللي عمل في فاست ده اللي بتشوف اللي هو يبقى اول واحد او اول عمل كان اول اه اه بتقلف كان اسمه واللي قلفه كان اه اه تاني حاجة وده كان اول شيء طبعا للغا اه اه تاني حاجة ان هم عملوا حاجة اسمها لها بدلوها بدل ما كانت حاجات وسانية بقت حاجات مسيحية وغيروا الاليها الايه للجوت بدل جوتها بقت جوت طيب وبعد كده عندنا في دي اه فيها دي ديتشا اه اه بعد كده بقى ايه احنا قلنا اول حاجة ده كان اول وبعد كده وده اللي كان عملها اه فون بايسنبرج وده كان اول دشتر استخدم الايه يعني القافية طمام في اللغة الالمانية او في الادب الالماني دي كانت عبارة عن اربع مقطوطات بتشرح حياة او بتصف حياة يعني يصف حياة الايه المسيح من اول متولد لحد المتقيه اللي هي من فارت رفع الى السماء واخر حاجة الالكساندر لي دي عملها القص اسمه ودي كانت اول عمل نصري او اول ملحامة نصرية يعني اه ان ديتشارش بغاخا دس الالكساندر بريشتات ايبا دس ليه ابقائم بتصف حياة الايه الالكساندري احنا كده عندنا اربع حاجات في اه ادبية مهمين جدا لازم نبقى عارفين عم عارفين الاسمي وحاجات يعني اول اول بوخ اماني اللي هو لازم تبقى معروفة اه برضو لازم تبقى معروفة ودي كانت اول ايه اول يعني اول حاجة ايه نصرية اوكي دس نستعلم